تحرص وزارة الداخلية تحرص وزارة الداخلية التي اعتادت مملكة البحرين على تنفيذها سنويا وسط تقدير عالمي في هذا الإطار تزدان حلبة البحرين الدولية لاستقبال المشاركين في البطولة والتي تقام هذا العام بدون جمهور ومعها تأتي إجراءات وزارة الداخلية لتسجيل قصة نجاح بحرينية جديدة حيث ستكون هذه المرة متميزة بطبيعتها وإجراءاتها تم ترتيب عدد من الضباط والأفراد والدوريات المرورية المتحركة والثابتة على كافة التغاطعات المحيطة بحلبة البحرين الدولية لضمان سيابية الحركة المرورية وبلافتة كريمة من سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدعوة الصفوف الأمامية وذويهم لحضور هذا الحدث العالمي الرياضي التزامن مع الحدث الرياضي العالمي سباق الفرم الأوان قامت مدرية شطة المحافظة الجنوبية بعداد الخطط الأمنية والسناريات والتمارين والبرضات التي اتكللت الحمد لله بالنجاح من خلال نشر دوريات المتحركة على الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية والدوريات الراجلة في النطاق الداخلي لحلبة البحرين الدولية ويكون هناك تمثيل في غرفة العمليات المشتركة مع جميع الإدارات المشاركة في تأمين هذا السباق وذلك لتحقيق صرعة الاستجابة ويضا كالمعتاد بيكون هناك عندنا المكتب تلقي البلاغ داخل حربة البحرين بالقرب من المطاعم وذلك لتقديم كابة أنواع المساعدات للجمهور ومع الوضاع الحالي والاستثناءات نتمنى من جميع الجمهور التي تم تخصيص لهم تذاكر الدخول التزام بكافة تجراءات وتدابير احترازية صادرة من الجهات الرسمية في مملكة البحرين للحد من انتشار فيروس كراني لدينا فريق في كل منفذ اللي هو البحري والجوي والبري من توصل بضايع تخص السباق الفرمولة واحد بالتحمل على الشاحنات قبل للتحمل بالتمرر في جهاز الأشعة لخلوها من الممنوعات أقب بالتحمل على الشاحنات بتطلع من المنفذ لين توصل حلبة البحرين دولية حق السباق المقام فالحمد لله كل المشاركين في هذه الحادث في هذه السباق متسعدين ميان تثبت البحرين بتنظيمها السباق هذا العام جدارتها وقدرتها على تطبيق إجراءات منضبطة وفي الوقت ذاته ما تتمتع به من سمعة متميزة وإمكانات متقدمة في تنظيم سباق الفورميلة ون لتبقى البحرين موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر